طغت مؤخرا تجارة كراء المجوهرات المقلدة والذهب المزيف أو ما يعرف بالبلاكير والألبس التقليدية التي أضحت منافسا لمحلات بيع الذهب ومحلات ألبسة العرائس وهذا بسبب المستوى المعيشي المتدني للمواطنين خاصة العرائس التي يتطلبن الكثير من الميزانية المالية بحيث أضحين يحبذن الكراء بدل الشراء لتلبية حاجياتهن نحن نقوم بحيث بشكل كبير أو الحديث أنا أصول من غير بالنسبة لأراضح والذهب لأنه يتطلب أبدا لذهب وأن الغب يتطلبه و學را يتطلبه لذهب وأنه في تقالبه حاجياته 10 سنوات وأنه لا يتطلبه لذهب حاجيائياته وأنه في العشاء التي يتطلبه حاجياتهن الغلاء الفاحش في أسعار المجوهرات جعل المقبلات على الزواج الاستعانة بمحلات كراء المجوهرات وفي أحيان أخرى تلجأ إلى الأقارب أو الصديقات لاستعارة الألبسة لتوفير المصاريف فمقارنة بخاتم الذهب الذي غالبا ما يفوق سعره مليوني سنتيم تفضل الكثيرات المجوهرات المقلدة بأسعار أكثر إغراء وأقل كلفة عندما يتعرضون العربين الثاني سيكريون ليشريون لكن يسقعون أكثر من الكرياتهم أربعة لبسات يسقعون بـ 20-25 مليون ويسقعون بـ 12 مئة إلى 15 مئة لديها فايدة خير من يشريهم وتخبيهم في الغزانة الكليون اللي جوجهم بأبناء من جارجيروة منها من زاير من بليدة يبقى كراء المجوهرات والألبسة التقليدية التي لا تستطيع العروس الجزائرية الاستغناء عنها أحد الحلول للتخفيف من تكاليف الزواج